إذن مشاهدين معنا في الستوديو الأستاذ أحمد بان الباحث في شؤون الجماعات المسلحة يعني أهلا بك معنا اليوم في التاسعة عشرون عاماً اليوم على إعلان أمريكا الحرب ضد الإرهاب هل كسبت أمريكا الحرب؟ يعني عندما نتحدث عن هذا العنوان الكبير الحرب على الإرهاب من المعروف أن الإرهاب ليس مجرد تنظيمات الإرهاب له ثلاث مستويات نتحدث عن أفكار مؤسسة أو منشئة أو أيدولوجية الإرهاب نتحدث عن تنظيمات ثم نتحدث عن حواضن لهذه التنظيمات تضمن لها الحياة والاستمرار والتأثير وإحداث الأسر الذي أحدثته حتى في أكبر قوة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم القاعدة الذي رفعت الولايات المتحدة هذا العنوان الناظم الحرب على الإرهاب هذه الحملة العسكرية الضخمة التي أطلقتها في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر وفق تكلفة قدرتها المصادر الأمريكية ذاتها سواء في الحملة على أفغانستان أو الحملة على العراق تجاوزت 6 من 10 تريليون دولار فضلا عن مليون نسمة تم القضاء عليهم من المدنيين وثلة قليلة جدا من عناصر القاعدة تكفلت الحملة حملة الطائرات بدون طيار التي أطلقتها الولايات المتحدة بالتزامن مع حملتها العسكرية في أفغانستان وفي العراق باستهداف هيكل القاعدة القيادة أو العناصر فيما سمي باستراتيجية قطع الرؤوس أي رؤوس قيادات تنظيم القاعدة التي كانت مسؤولة عن أحداث 11 من سبتمبر هذه الحرب التي حددت الولايات المتحدة أهدافها في القضاء على الإرهاب كان إرهاب القاعدة إرهابا محدودا ومتمركزا في أفغانستان بعد هذه الحرب الطويلة أصبحت منظمة كبيرة وضخمة كان عدد عناصرها ألف عنصر تحول بعد هذه الحرب إلى أكثر من 220 ألف عنصر منتشرين حول العالم وجماعات محلية انتهجت هذا الأسلوب واختارت هذه الأيدولوجية على امتداد رقعة واسعة من العالم وبالتالي خطر تطويق الإرهاب لم يحدث ربما ما نجحت فيه الولايات المتحدة هو أن هذا الخطر تقلص داخل حدودها بمعنى أنها لم تشهد أحداث مماثلة لأحداث 11 من سبتمبر بعد هذه الحملة العسكرية الضخمة القوة العسكرية لم تحسم المعركة مما قد يعطي ربما الأمل الآن لهذه الجماعات المتطرفة باختلاف مسمياتها حول العالم من جديد وخصوصا بعد انسحاب أمريكا الأخير ما هي خيارات الدول للتصدي لهذه الجماعات؟ كما قلنا في البداية أن مجابات هذا الخطر المعاولم الذي أصبح لا يستسمي رقعة حول الكرة الأرضية يحتاج إلى تكاتف دولي ويحتاج إلى تعاون أفراد الأسرة الدولية لمكافحة هذا الخطر الذي يهدد ليس فقط الأمن والسلم الدولي ولكن يهدد وجود الدول ذاتها وشاهدنا كيف تمظهر هذا الخطر في سوريا والعراق إلى حد أنه هدد وجود هتين الدولتين في مراحل سابقة ولولا وجود هذه الحملة العسكرية الضخمة التي انطلقت في القضاء على داعش لا أصبحت دول عربية الآن في خبر كان لكن لازال هذا الخطر مثلا حتى الآن في عصابات داعش التي انحازت إلى الصحراء ونحن أمام سوابق تاريخية يعني في مواجهة الولايات المتحدة مع تنظيم القاعدة في أعقاب اجتياحها العرق في 2003 انحازت مجموعات القاعدة في 2008 بعد أن انحصرت إلى الصحراء ثم عادت في شكل أكثر توحشا في تنظيم القاعدة ومن ثم إذا كنا جادين في مكافحة الإرهاب يجب أن نحرر أولا معنى الإرهاب سواء انصرف هذا الإرهاب إلى سلوك دولة أو سلوك منظمة أو سلوك أفراد حتى الآن لم نحظى بتعريف دولي لكلمة الإرهاب تعريف تتفق عليه الأمم المتحدة لتهمة الإرهاب ومن ثم إعداد مدونة عمل مشتركة من قبل كل أطراف الأسرة الدولية لمكافحة الظاهرة على مستوى التنظيمات بمواجهة هذه التنظيمات خصوصا في الدول الضعيفة التي لا تملك قوات لمواجهة هذا الخطر وأنا أتحدث هنا عن الدول الأفريقية تحديدا منطقة الحزام الأفريقي هي منطقة تنزر بالخطر وهي بؤرة جديدة لهذه التنظيمات نعم أتذر منك لضيق الوقت لأستاذ أحمد بان الباحث في شؤون الجماعات المسلحة شكرا لك على مدخلتك معنا في التاسعة